المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوين ملفاتها الليلة الجيش السوري واصل تقدمه في الغوطة ويستعد السيطرة على مناطق جديدة ويحصن محيط العاصمة انقسامات في صفوف المجموعات المسلحة في سوريا اتهامات لزهران على الوشب الخيانة وقواته تتراجع أمام تقدم الجيش تراجع الجهوزية الإسرائيلية وتعاظم قدرات حزب الله القتالية مخاوف إسرائيلية من المعركة المقبلة على الجبهة الشمالية إنجازان جديدة للجيش السوري في معاركه في الغوطة الشرقية الأول تمثل بتحقيق التقدم على عدة محاورة وإعادة سيطرته على مناطق جديدة مثل ما حصل اليوم في احتية الجرش وتمكنه أيضا من قطع طريق دير العصافير زبدين الأمر الذي يعزز تحصين العاصمة في مواجهة المجموعات المسلحة أما الإنجاز الثاني فيتم بشكل غير مباشر عبر إحداث مزيد من الانقسامات بين المسلحين بسبب التقدم الميداني زهران على الوش قائد جيش الإسلام بات في وضع حرج بعدما اتهمته المجموعات المسلحة بالخيانة هذا الموضوع سيكون محور ملفنا الأول في المسائية ونناقش في الملف الثاني القلق الإسرائيلي من مخاطر أي حرب مقبلة ضد حزب الله الإعلام الإسرائيلي تحدث عن مخاوف من فتح جبهة الشمال نتيجة تراكم الخبرات القتالية لدى المقاومة اللبنانية وتعاظم قدراتها العسكرية لكن قبل الدخول في تفاصيل المسائية نتوقف مع موجز للأنباء شكرا لك كمال أهلا بكم أفاد مرسل الميادين في لبنان عن مقتل مسلحين واعتقال آخر في اشتباكات مع الجيش اللبناني المجموعة المسلحة حاولت التسلل من الأراضي السورية إلى بلدة القاع في البقاع الشمال شرق لبنان من جهة أخرى أعدم مسلحو داعش جنديا مختطفا لديها من الجيش اللبناني ما أدى إلى قطع مواطنين عدة طرقات عامة احتجاجا دعا زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إلى تأليف حكومة وطنية بعد الانتخابات التشريعية وأضاف أن تونس لا تحكم من طرف واحد الغنوشي وفي مؤتمر صحفي حذر من المخاطر الداخلية والخارجية التي تهدد ثورة تونس كمعبر زعيم حركة النهضة اعتبر أن التهديدات العابثة بالنموذج التونسي هي مجرد بندقية يؤجرها الإرهاب ومصيرها سيكون الفشل وطلب أطراف النزاع في ليبيا بوقف الاقتتال واعتماد النموذج التونسي للوصول إلى الوفاق وصف رئيس الوزراء العراقي نوري الملك أجواء المفاوضات لتأليف الحكومة الجديدة بأنها لم تكن إيجابية وأطغى عليها التنافس الحزبي والطائفي والقومي وغابت عنها الروح الوطنية وقال الملك إن المعلومات تواترت عن ترشح أسماء لمواقع مهمة للغاية في الدولة أقل ما يقال فيها إنه تحوم حولها شبهات الفساد المالي والإداري والتي ما زال بعضها حاضرا في ذاكرة العراقيين أكد رئيس الإيراني حسن روحاني تقديم الشعب العراقي تضحيات كبيرة في مواجهة الإرهاب روحاني شدد على أن الدعم الإيراني لسوريا والعراق ساعد على تنظيف مناطق واسعة في هذين البلدين من الإرهاب وقال أيضا إن انتصار غزة ما كان ليكون ممكنا لو لا هذا الدعم مرسل الميادين في اليمن أفاد عن رفض رئيس اليمني عبد رب منصور هادي مبادرة شيوخ القبائل والشخصيات الاجتماعية لحل الأزمة في البلاد والتي وافقت في بنودها أو على بنودها حركة أنصار الله وقد اعتبر الرئيس اليمني خلال استقباله الوفد أن هناك من لا يريد لصنعاء الأمن والاستقرار ولا الخروج من الأزمة بل يريدها أن تشتعل كدمشق وبغداد والترابلس ورأى منصور هادي أن تظاهرات أنصار الله بعيدة عن الأساليب الديمقراطية ويشوبها تسلح المشاركين فيها عودة إلى المسائية مع كمال هبا شكرا جزيلا إذن استعاد الجيش السوري سيطرة كاملة على بلدة احتيتة الجرش في الغوطة الشرقية بعد معارك مع مسلحي جيش الإسلام والنصرة واستكملها بالسيطرة على مباني اللواء الإلكتروني فيها تقرير ديمة ناصيف احتيتت الجرش بعد المليحة تحت سيطرة الجيش السوري عملية خاطفة باغت الجيش فيها مسلحي جيش الإسلام من نجم من المسلحين انسحب باتجاه القرى القريبة في جسرين وزبدين ودير العصافير استعادة البلدة كانت حتمية بعد فقدان مسلحي جيش الإسلام والنصرة بلدة المليحة خطت دفاع الأول الرئيسي عن معاقلهم في شرق الغوطة في المليحة أهمية هذه المنطقة بالنسبة للجيش العربي السوري هي تضييق الخناق على المسلحين وقطع محور إمداد المسلحين الممتد من منطقة جسرين احتيتة جرش زبدين مما يسهل عمليات الجيش العربي السوري ويساعده في التقدم إلى مناطق أبعد ودحر الإرهابيين خارج هذه المنطقة بالكامل الجيش استعجل الحاسم في احتيتة الجرش بعد محاولة التسلل المسلح باتجاه الكباس على أطراف دماشق من بساتين عين ترما القريبة تقدم عبر محاور ثلاث قاتعاً الطريقة بين زبدين ودير العصافير وطريقة جسرين مطبقاً الخناق على المسلحين فيها القصف المدفعي والجوي مهد للعملية التي استغرقت ساعات قليلة يتقدم الجيش إلى قلب الغوطة الشرقية وخاصة باتجاه عين ترما الهدف العملي الاستراتيجي هو قطع أوصال المسلحين وأبعادهم عن هذه المنطقة وعودة الأمن والأمان إلى كافة المناطق في الغوطة الشرقية العملية بيّنت أن المبادرة باتت كلياً بيد الجيش السوري ورجحت كفته في الغوطة في معارك لا رجعت عنها المسلحون فقدوا القدرة على شن أي هجوم مضاد كتائبهم تشتتت على الخطوط الخلفية في عين ترما وزملكة وجوبر أما رد الفعل فيقتصر على عمليات تسلل لتأخير تقدم الجيش أو تحقيق أهداف رمزية عملية السيطرة على حتيات الجرش كانت إحدى نتائج معركة المليحة والتي تؤكد ديناميكية الجيش السوري في التقدم السريع ببلدات الغوطة الشرقية وبأنه لا يزال يولي معارك الغوطة أولوية لتأمين العاصمة دماشق ولإبعاد الطوق المسلح عن تخومها وتضييق الخناق على معاقل المسلحين فيها من مشارف بلدة جسرين في الغوطة الشرقية ديما ناصيف الميادين تقدم الجيش السوري في الغوطة الشرقية غير خارطة المعارك فيها أبرز التطورات الميدانية مع عهبة الله بيطار التطورات الميدانية في غوطة دمشق الشرقية تصب في مصلحة الجيش السوري فبعد استعادة المليحة يكمل الجيش عملياته في البلدات المحيطة تقدم جديد تمثل في استعادة السيطرة على بلدة حتيتة الجرش هذه البلدة كانت واحدة من خطوط الدفاع الأولى التي تبقت للمسلحين الجيش استعاد كذلك ثكنة اللواء الإلكتروني شمال غرب حتيتة الجرش وقطع طريق دير العصافير الاشتباكات تتركز حاليا في رحمة الشلكة وعلى مداخل زبدين التي باتت خط التماثي الجديد مع المسلحين جبهة مشتعلة أخرى في الغوطة الشرقية هي جبهة جوبر الجيش يتقدم هنا من ثلاثة محاور من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق على المحور الشرقي تكثف الطائرات الحربية غاراتها على مواقع المسلحين فيما تخوض وحدات المشات معارك على المحورين الشمالي والجنوبي الجدير بالذكر في جبهة جوبر أن جزءا كبيرا من المعارك يدور تحت الأرض في الأنفاق التي يستخدمها المسلحون في حي جوبر والمزارع المحيطة على الرغم من تركيز الجيش عملياته العسكرية على جبهتي جوبر والمناطق القريبة من المليحة غير أن بقية بلدات الغوطة الشرقية ليست بمنأة عن ضربات الجيش والقصف الجوي الذي يستهدف طرق إمداد المسلحين ويعرقلوا تحركهم كبلدات عين ترما وبيت سوا وحرستة في حال استعادة السيطرة على جوبر كما حصل مع المليحة تبقى دماء معقل جيش الإسلام أبرز أماكن سيطرة المسلحين في الغوطة على اعتبار أن البلدات المتبقية الأخرى يمكن أن تصنفها كخطوط دفاع للمسلحين لا أكثر بعد أن كانت سابقا معاقلة ومراكز أساسية لهم ولمناقشة تطورات الميدانية في سوريا تحديدا في منطقة ريف دمشق معنا هنا في الستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد لياس فرحات ومعي يلان مباشرة من دمشق الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور سليم حربة أبدأ معك سيادة العميد من موضوع له علاقة صلة مباشرة بما يجري في ريف دمشق وهو ما يجري في البقاع اللبناني جرود عرسال واليوم قتل أحد الجنود اللبنانيين المختطفين لدى جبهة النصرة وداعش المعلومات تتحدث عن أنه سيكون هناك تصعيد كبير في بعد هذا الحادث ما هي المؤشرات على ذلك وماذا تتوقع للساعات المقبلة أولا يبدو أن الوساطة القطرية قد فشلت منذ أمس أصدرت داعش بيانا هاجمت فيه الوسطاء القطريين واتهمتهم بالمراوغة وبأنهم مسؤولون عن الدماء التي تسيل من العسكريين اللبنانيين والتي سالت اليوم بمقتل الجندي عباس مدلج وأعلان على شريط يوتيوب قتله أدامه الواقع أن ما تقوم به داعش والنصرة معها أيضا هو عملية شوك أند أو يعني صدمة ورعب لللبنانيين من أجل أن التمهيد لهجوم تحضر له جماعات المسلحة من شمال جبال القلمون أي في جرود عرسال وبعض جرود القاع باتجاه مدينة عرسال وربما أقول رأس بعلبك الإقامة في الجرود العالية جدا أصبحت شبه مستحيلة نظرا للطقس البارد جدا والذي سيكون أكثر برودة مع تقدم في الأسبوع والأشهر المقبلة بحيث يتعذر التعايش في تلك المنطقة لذلك داعش والنصرة تحضران لهجوم إلى السهل من أجل احتلال مدن والتمركز في المنازل والمدينة المرشحة هي عرسال وربما رأس بعلبك أيضا هذه عملية الصدمة والرعب التي تقوم بها بذبح الرقيب على السيد ثم الجندي عباس مدلج ثم وبين قابل عباس مدلج هناك دورية أو عناصر من داعش نزلت إلى العرسال واختطفت مواطنا وقتلته إلى الجرود وقتلته ثم عادته إلى عرسال في مثل هذه الحالات سيادة العميد خيارات الجيش ما هي؟ أعتقد أن الخيارات العسكرية لجيش اللبناني هناك خطط عمليات لعزل العرسال عن الجرود وهناك خطط عمليات أخرى لكن القرار السياسي لدى الحكومة اللبنانية غير موجود حتى الآن لا يوجد قرار السياسي لم نسمع من رئيس مجلس الوزراء ولا من وزير الدفاع ولا من الوزراء المختصين كيف سنواجه هذا الخطر الذي يدهم لبنان بكامله وليس فقط طائفة معينة أو منطقة معينة لا يوجد سمعنا أنه يريدون التفاوب مع الخاطفين ثم تغير الجو إلى أنه يريدون التفاوب مع دول فإذا الدول تكون قطر وإذا بضابطين قطريين يصلان ويذهبان إلى جرود عرسال ويفشلان في التفاوض لكن هل هي المشكلة مشكلة عسكريين فقط؟ طب لماذا اللجوء إلى قطر سيادة العميد قطر أنه سبق أن تم اللجوء إليها في راهبات معلولة وفي المحتجزين في عزاز ونجحت الوساطة يعني هناك أمل بأن تنجح الوساطة بشكل من الأشكال ربما تنجح مع النصرة وتفشل مع داعش لكن هذا نوع من التوزيع الأدوار هو عملية إلهاء ثم هناك شروط تعجيزية تضعها النصرة وداعش أي مبلغ خمس ملايين دولار وهو ليس مشكلة إنما المشكلة هي أطلاق أربعمائة سجين من الخطرين من رومي وهذا شيء يعني في لبنان لم يحصل بعد وهناك قوانين وهناك قضاء وهناك تشريعات تمنع حصول مثل هذا التبادل لذلك وتدرك جبهة النصرة وداعش أن هذه الطلبات التعجيزية لن تتحقق قبل أن ننتقل الملف السوري الوقت يدهمنا والهجوم قادر أنا أريد منك سيادة العميد بكلمة قبل أن نذهب إلى دمشق إلى الدكتور سليم أطلنا عليه قليلا هناك حالة ارتخاء أمني وعسكري وأيضا سياسي يؤدي إلى ما نراه اليوم أم أنه فعلا هذا ما يمكن فعله في مثل هكذا حالات لا ليس ارتخاء يجب على الحكومة اللبنانية أن تحزم أمرها وتتخذ موقفا كيف يتم التعامل مع هذا التهديد الذي يدهم لبنان وأمن لبنان وسيادته والاستقراره دكتور سليم حربة احتيات الجرش في الغوطة الشرقية جوبر المعارك على أشدها أهمية ما أنجزه الجيش اليوم وأيضا بالنسبة لجوبر ما هي التوقعات والمؤشرات خلال الأيام أو الساعات المقبلة أولا تحياتي لك أستاذ كمانو ولضيفكم الكريم الأخ العميد الياس ولمشاهديكم الأكارم الجيش العربي السوري في الغوطة الشرقية يجيب على السؤال الذي سئل أثناء تحرير وتطهير المليحة ماذا بعد المليحة والآن الجيش العربي السوري يجيب على هذا السؤال في الميدان بمنتهى البلاغة وبمنتهى القوة وخاصة أنه لم يترك لمجاميع الإرهاب فرصة لالتقاط الأنفاس وبدأ عمليته المفتوحة ما بعد المليحة وفي جوبر وفي جوبر حقق إلى هذه اللحظة حقق نتائج مهمة جدا جدا بنوعية الأعمال القتالية بوتائر التقدم بنوعية الضربات النارية القاصمة حيث أطلق غيض من فيض من فائض قوته النارية والبشرية وتكتيكاته النارية والبشرية وأعتقد أنه حقق ربما ما خططه وأكثر مما خططه والواقع الميداني في جوبر الآن يقول أن الجيش العربي السوري يسيطر تقريبا على حوالي 50% على المستوى الميداني وأكثر من 95% إلى 100% على المستوى الناري إضافة إلى ذلك بالتوازي مع هذا الأمر أيضا وصع طيف عمليته ما بعد المليحة وخاصة في جوارها واليوم كان الإنجاز المهم بعد مزارع الطبخ كان الإنجاز المهم بالسيطرة على حتيتة الجرش وحتيتة الجرش بموقعها موقع مهم وستراتيجي بالنسبة للغوطة الشرقية لأنه يشكل نقطة ارتكاز مهمة جدا لإطلاق عملية الجيش الثانية أيضا باتجاه زبدين وجسرين وكفر بطنة بأنه يقطع أي إمكانية للإمداد من دير العصافير وزبدين باتجاه كفر بطنة وباتجاه وادي عين ترمى الأهم من ذلك يا أستاذ كمال أن الجيش العربي السوري يقبض على زمام المبادرة على كامل الغوطة الشرقية ويخوض معارك عنيفة جدا على كامل الغوطة الشرقية إذن الآن يخوض معركة في جوبر لكن عملية في الغوطة الشرقية على إطلاقها والأهم من ذلك عندما نوصف هذا الواقع أنا أعتقد أن مؤشرات الميدان تنبئ بمزيد من المفاجآت السارة للجيش العربي السوري وبمزيد من الانهيار الدراماتيكي لمجاميع الإرهاب لعدة مؤشرات المؤشر الأول أن الكثير من المجاميع الإرهابية فقدت قدرتها على المناورة وإمكانية التحرك فوق الأرض المسألة الثانية محاولات يائسي وبائسي بفتح جبهات أخرى سواء باتجاه القابون أو باتجاه مزارع الطباخ أو باتجاه الدخانية والمسألة الثالثة لجوء المجاميع الإرهابية بعد نكباتها البشرية لأن جل قدرتها وقياداتها وغرف عملياتها وأسلحتها وقواعد هاوناتها وصواريخ محلية صناع أصيبت بنكب حقيقة لذلك يلجأون الآن إلى محاولة الضغط على الأهل لتجنيط الأطفال بعمر عشر سنوات المسألة الثالثة إشاعة الكثير من الإشاعات وتسويق الكثير من الحرب الإعلامية بأنهم سيدخلون إلى جرمانا أو إلى الكباس أو إلى الطبالي أو إلى كشكول وهي إشاعات عارية عن الصحة جملة وتفصيلا المسألة الثالثة أو الرابعة هو المهمة جدا والتي تنبئ بكارثة أو الرابعة التي تنبئ بكارثة حقيقة بواقع هذه العصابات الإرهابية هي محاولات مستميطة لفك الطوق من ما يسمى خط السكي الطوق الناري الذي يحكم الطوق على الغوطة من الشرق وكلها تبوء بالفشل والأهم من كل ذلك بمؤشرات الميدان هو الانهيار والاقتتال البيني بين مكونات هذا سنتحدث به لاحقا دكتور سنتحدث به لاحقا لأننا أعددنا تقرير حول هذه المسألة سيادة العميد لياس فرحات انطلاقا من أو استكمالا لما كان يقوله الدكتور سليم حربة قبل قليل توصيف القوة للجماعات المسلحة في منطقة ريف دمشق هل نستطيع أن نقول أن هذا التواجد أصبح مسألة وقت وأن هذه القوات فعلا فقدت فعاليتها في المبادرة وفي السيطرة وفي الاقتحام وفي تثبيت مواقعها في الأماكن التي تتواجد فيها يعني تماما كما ورد في التقرير الذي عرضت بوه أن الجماعات المسلحة فقدت المبادرة والمبادرة بدت بيد الجيش السوري هذا الكلام كيف توصلنا إليه توصلنا إليه من خلال المصالحات التي تمت في العديد وآخرها في دارية التي هي قيد الإنجاز اليوم وهذا أمر مهم جدا التصاعد المطالبات في حرسة ودومها بإجراء مصالحات السيطرة على المليحة واليوم على احتيات الجرش والهجوم الكبير المحضر الذي يقوم به الجيش السوري حاليا على جوبر وهي أقرب نقطة للمعارضة المسلحة إلى قلب دمشق إلى ساحة العباسيين تحديدا يعني هناك يبدو أن هناك خطة عمليات للجيش السوري واضحة وفي جداول زمنية معينة يتبعها فيما يبدو جانب المعارضة المسلحة متقهقرا في موقع الدفاع ورد الفعل أكثر مما كان عليه في رد الفعل يعني منذ سنة كانت المبادرة بيد المسلحين هم يختارون الأهداف سيطروا على قسم كبير من الغوطة سيطروا على جبال القلمون اليوم الوضع اختلف كليا الغوطة الغربية تكاد تكون كلها في المصالحة الغوطة الشرقية اليوم تتعرض لحجوم قوة من الجيش السوري تمهيدا لتطويق دومة وإجراء مصالحة معينة فيها باعتبار أن النهاية الأخيرة لريف دمشق ستكون مصالحة كبرى في دومة وفرار المسلحين غير السوريين والمتورطين بأعمال قتل وتسليم سلاح إلى آخره أعتقد أن المبادرة فعلا هي بيد الجيش السوري دكتور سليم حربة يعني ذكر سيادة العميد هنا دومة أكثر من مرة وأنت تعرف أنه يعني منطقة دومة هي ربما تكون مركز القيادة والسيطرة لكثير من المجموعات المسلحة ومنها جيش الإسلام المتواجد بشكل أساسي في الغوطة الشرقية معركة دومة ستكون أم المعارك في الغوطة الشرقية دومة مرشحة أكثر للمصالحة منها للاقتحام العسكري ما يجري أيضا من تقدم في الغوطة الشرقية يدفع أكثر باتجاه ملف المصالحة كيف يمكن أن نتحدث عن المعارك الكبرى التي يمكن من خلالها أو في الحديث عنها التوصل إلى نقطة نهاية المعارك تقريبا في منطقة ريف دمشق أستاذ كمال دعني أقول الآن الجيش العربي السوري اتخذ قرار لا رجعة فيه أي بمعنى المسألة مسئلة وقت وستطهر جوبر وكفر بطنة ووادي عين ترمة ومسرابة وحمورية وصولا إلى دومة كل الغوطة الشرقية هذا قرار وجهي غير قبل للطعم اتخذه الجيش العربي السوري ولا تراجع عنه قد يكون هناك بعض المراجعة لهذا القرار وفق تعديل التكتيكات النارية والقتالية لكن لا تراجع عن هذا القرار هذا أصبح واضحا الأمر الثاني الجيش العربي السوري الآن يخوض معركي في كل الغوطة الشرقية وينفذ عمليات قتالية ونارية في أطراف دومة الآن لكن بمؤشرات الميدان أنا أقول أن من مجاميع الإرهاب جول قدراتهم القتالية أي بمعنى من يتبقى منهم هو أعجز عن خوض شبه معركة أو ربع معركة في مواجهة الجيش العربي السوري وأنا دائما أقول الآن على ما يبدو كما يقال بالمسألة التقليدي الطبل في جوبر لكن العرس سيكون في دومة العرس الوطني أي بمعنى لن يضطر الجيش العربي السوري للإجابة على سؤال بالمفهوم العسكري ما زبعت جوبر ستكون كل تحصينات وخطوط وما تبقى من فلول المسلحين بما فيها ما يتبقى منهم في دومة هو في إطار الإفلاث وفي إطار الزهاب إلى تسوية سيما أنني أقول الآن يعني حقيقة عصارت يعني هذا الأمر لا فقط ينحصر في الغوطة الشرقية يعني أنا أقول ما بعد لمليحة وجوبر هو الغوطة الشرقية بكاملها وما بعد الغوطة الشرقية يكون الجيش العربي السوري قد ربح وكسب معركته ومع الإرهاب على امتداد الجغرافية ربما بالنسبة لا تقل عن 90% لماذا؟ لأن عصارت الفكر الوهابي القاعدي المتطرف ومتزعميه وجنسياته وأسلحته وماله صب في الغوطة لموقعها الجيوستراتيجية بالنسبة للعاصمي دمشق وتحديدا تم التركيز الأساسي في الغوطة الشرقية على المليحة وجوبر لذلك تحطيم المجامع الإرهابية في المليحة وجوبر تلقائيا سيحطم ما تبقى منهم في الغوطة الشرقية وسيتدعم مشروع الإرهاب على امتداد الجغرافية السورية وأنا أعتقد بمؤشرات الميدان أولا انتفاضة الأهل في أهلنا في الذين نضاقوا زرعا ويلفظون ويتقيؤون ويتحدون بالكثير من مواقعهم وقرههم وبلداتهم هذه العصابات الإرهابية ويشاركون الجيش العربي السوري بالدلالة عليها أولا ثانيا الضربات النارية التي لن تسمع لما تبقى من فلول الإرهاب بإعادة تنظيم أي خطوط دفاعية يعني يتابع الجيش العربي السوري الآن رصدها ومتابعتها وضربات نارية قاسمة لكل مجاميع الإرهاب تكاد تكون على مدار الدقيقة يعني يكتم أنفاسها ويلاحق تحركاتها فوق الأرض وتحت الأرض دكتور تبقى معنا ويبقى معنا سئة العميد لياس فرحات سوف نتحدث عن نقطة أثرتها حضرتك دكتور وهي الخلاف بين الجماعات المسلحة تتحدث بعض الأطراف عن تفاقم هذا الخلاف بين جيش الإسلام والفصائل المسلحة الأخرى على خلفية استعادة الجيش السوري سيطرته على بلدة احتيتة الجرش في الغوطة الشرقية تقرير غادي غنطوس أهلا بكم نجاح الجيش السوري في بسط سيطرته على بلدة احتيتة الجرش الاستراتيجية صلت المزيد من الضوء على الاتهامات الموجهة إلى قائد جيش الإسلام زهران علوش الفصائل المسلحة في الغوطة اتهمت علوش من جديد بالخيانة وبتسليم مناطق للجيش السوري فبلدة احتيتة الجرش الاستراتيجية كانت تحت سيطرة الجيش جيش الإسلام بقيادة علوش واستعادتها حققت مكاسب مهمة للجيش السوري علوش كانت تهمة في السابق بالخيانة عدة مرات ولسيما في معارك القلمون عدة أشهر حيث اتهم بالتخاذل والتنصل والانسحاب التكتيكي وهو الذي اشتهر باستخدامه لعبارة الانسحابات التكتيكية وهناك محطتان رئيسيتان أججتان نقمة الفصائل المسلحة على جيش الإسلام أولا استعادة الجيش السوري لمليح قبل فترة قصيرة وثانيا الخوف من خسارة جوبر ولسيما بعد تضادع وضع المسلحين في هذه النقطة لماذا تفقمت نقمة المسلحين على جيش الإسلام بقيادة زهران علوش إنه أكبر الفصائل المسلحة تنظيما وتسليحا وعددا في الغوطة الشرقية ويحسبه الكثيرون على المملكة العربية السعودية وأنه يطلق منها دعما مستمرا ينضوي تحت لواء الجبهة الإسلامية التي تعد رابع أكبر الفصائل المسلحة التي تقاتل ضد الجيش السوري ويأتي ترتيبه بعد تنظيم داعش وجبهة النصر والجيش الحر مركزه في دومة أكبر مدن الغوطة علوش يمتلك عشرات المدرعات والأليات اتهمته الفصائل المسلحة بسحبها من المليحة وزبدين ودير العصفير عند اجتداد المعارك مع الجيش السوري الاحتمالات بانفجار الوضعي في الغوطة بين جيش الإسلام والفصائل المسلحة الأخرى تتزايد والفصائل الأخرى هي مجموعات مسلحة صغيرة نسبيا ككتائب عاصمة الغوطة وكتائب أبو عبيدة بن الجراح وكتائب الخضراء ولواء فرسان الغوطة وتسعى هذه المجموعات إلى الاستفادة من النقمة الشعبية في الغوطة وتململ المدنيين من الوجود المسلح ومن الحصار لتجيشهم ضد زهران علوش وجيش الإسلام هذا ما يجري بين الفصائل المسلحة أو المجموعات المسلحة في منطقة الغوطة الشرقية سيادة العميد كل ما يحصل تقدم للجيش السوري في أي منطقة نسمع مثل هذه الأصوات هناك خيانة هناك من سلم المنطقة ويبدأ تبادل الاتهامات بين المجموعات المسلحة ولكن هل هذا يؤدي إلى انفجار الوضع بين هذه المجموعات هنا أتحدث تحديدا عن منطقة الغوطة الشرقية هل يمكن أن تصل هذه الاتهامات مع تقدم الجيش اليوم وتحقيق إنجاز إلى حد الصدام المسلح بين هذه المجموعات لا يمكن مراهنة على صدام بين المجموعات المسلحة في جبهة قتالية مع الجيش السوري القتال بين جماعات المسلحة يحصل في أماكن سيطرتها كما حصل بين داعش والنصرة في منطقة الرقة وريف الحسكي وريف دير الزور ووصل العدد إلى أكثر من سبعة ألاف قتيل بين الجبهتين أما إلى هنا فهذا الكلام والاتهامات بالخيانة والاتهامات المتبادلة أيضا بالخيانات والأخطاء العسكرية والتكتيكية والانسحاب غير منظمة هذا كله محاولة تبرير الخسارة والعجز عن شن هجوم معاكس لأنه إذا كان هناك انسحاب قد حصل من المليحة منظم من المفترض أن يكون هناك هجوم معاكس بعده لكنه لم يحصل له هجوم معاكس ولا شيء آخر هناك هزيمة بكل معنى الكلمة منيئت بها الجماعات المسلحة في منطقة المليحة واليوم في حتيات التلجرش وغدا ربما في مناطق أخرى والأرجح حسب مصار الأمور إذن هناك خسارة وهناك تضعضع في صفوف الجميع ما يطفو على السطح هو الاتهامات لا أعتقد أنه ممكن لكتائب أبو عبايدة بن جراح أن تقاتل الجيش الإسلام أو جيش الإسلام يقاتلها يعني كلهم يريدوا أن ينجوا بنفسه وبقال خسائر ممكنة من تقدم الجيش السوري تمهيدا لعملية كبرى في دومة التي ستكون إما عسكرية والأرجح ستكون عملية مصالحة لأن سمعنا كثيرا عن تظاهرات داخل دومة وداخل حرستة من المواطنين تطالب بإجراء مصالحات اسوة بما جرب المعظمية وبدرية وبعض مناطق القوطة دكتور سليم أرجو الاختصار في الإجابات لأنه سأطرح عليك مجموعة نقاط إذا سمحت دكتور هناك أصبح في مشهد المجموعات المسلحة هناك لاعبين أساسيين داعش وجبة النصرة وهناك لاعبون آخرون ثانويين يبدون في المشهد وعندما نتحدث عن معارك ريف دمشق نحن نتحدث عن فصائل أصبحت ثانوية في المشهد السوري ككل جيش الإسلام كتاب أبو عبيد دالي وأحرار إلى آخره من هذه التسميات وهذا يطرح عندما تتهم جيش الإسلام أو زهران العلوش بالخيانة أو بتسليم هذه المناطق ويبدأ الجدل داخل هذه المجموعات هل نحن أمام مرحلة نهاية التنظيمات الصغيرة وبالتالي هذا يطرح سؤال عن مستقبل جيش الإسلام في المشهد السوري ككل ليس فقط في ريف دمشق أو في الغوطة الشرقية أنا أجزم أنه لا مستقبل لما يسمى جيش الإسلام أو للجبهة الإسلامية وتحديدا في الغوطة الشرقية وما سمعناه وما نسمعه ونراه هو يعبر عن حالة ارتباك وحالة إفلاس حقيقية وحالة خسارة استراتيجية وليس انسحاب تكتيكي هو انسحاق تكتيكي على مستوى الفشل الزريع والمشكلة ليست في هذا المتزعم أو زاك المشكلة بأن الجيش العربي السوري ووتائر تقدمه ومبادرته لا يمكن لأي فصيل مما تبقى من هذه الفصائل أن يستطيع أن يتحمل السبات في مواجهة الجيش العربي السوري وفائد قوته ونوعيد تكتيكاته النارية والقتالية والأهم من ذلك أن ما سبق من معارك في الغوطة الشرقية استنزف جل القدرات وقيادات هذه المجامع الصغيرة التائهة التي كانت تدور وما زالت إلى هذه اللحظة تدور في فلك ما يسمى جيش الإسلام وزهران على اللوج وأنا أعتقد أن كل هذه المناورة وهذه البربوغاندا هي محاولة للالتفاف على الهزيمة الاستراتيجية التي وقعت في هذه المجامع الإرهابية لكن بالمحصلي استاذ كمال بالمحصلي لو سمحتني هنا بكلمي حقيقة هذه النكبات التي تحصل وخاصة أن هناك يعني مؤشرات وإحصاءات تقول أن 78% من متزعمي المجموعات الإرهابية في الغوطة الشرقية لقوا مصرعهم في الغوطة الشرقية وخرج الغوطة الشرقية وربما الكثير من قياداتهم الآن أصلحت تحت الأرض نقطة أخرى لذلك الآن هم عندهم مشكلة تفضل هذا الاختصار هذا الاختصار بالنسبة لك نقطة أخرى الهاون دكتور سليم الهاون لم يتوقف على أحياء دمشق رغم التقدم الذي يتم الحديث عنه في جوبر أو في حتياتة الجرش أو في عدد من مناطق الغوطة الشرقية أسباب ذلك أولا أخف استخدام الهاون إلى حدود كبيرة جدا لا تقل عن 90% من حجم استخدامه فيما مضى لأن منصات الهاون ومعامل الزخيرة ومعامل الهاونات والخبرة والخبراء الذين كانوا يستخدمون هذه القزائف أصبحوا في خبر كان لذلك الجيش العربي السوري من أولى اهتماماته أن يعاين ويدقق إحداثيات هذه الهاونات ومعاملها ويستهدفها كأفضلي أولى وأعتقد أن كل السوريين أدركوا أن هذه المسألة تحسن مناخها إلى حدود كبيرة جدا يعني كنا نرى أحيانا أكثر من قزيف 100 قزيف تهاون وأكثر من 120 قزيف تهاون تسقط على الأحياء القريبة وعلى دمشق الآن ربما أقل من عشرات ومسيرها إلى الانحشار حتى الأعداء نقطة ثالثة دكتور نقطة ثالثة هذا الغوطة الشرقية الغوطة الغربية ماذا عنها؟ منطقة خان الشيح هناك تجمع كبير للنصرة ولمجموعات أخرى هناك قلق لدى بعض المناطق قريبة من خان الشيح وهي مناطق آمنة هناك قلق على أن هناك حشد للنصرة ينوي الدخول إلى هذه المناطق هل هناك استعدادات أو حسابات؟ ماذا عن خطورة تلك المنطقة؟ خاصة أنها تمتد إلى القنيطرة وهناك يجري اشتباك كبير كما تعرف وتقدم للمجموعات المسلحة أو سيطرتها على المعبر الذي يربط بين القنيطرة والجولة عندما نقيم المشهد الإرهابي يجب أن نقيمه بإطاره الاستراتيجي على المستوى الجغرافي وخاصة أن الجيش العربي السوري استطاع أن يقطع الأوصال الاستراتيجية وحتى التكتيكية لهذه المجامع نعم هناك بالغوطة الغربية وتحديدا في ريف دمشق الجنوب وتحديدا في خان الشيح بعض التجميعات الإرهابية وصولا إلى أطراف المقلب ومزارع العباسية لكنه تجميعا معزولا غير قادر على المناورة أو على تنفيذ الأعمال الإجابية وربما يتوهم أن مجامع الإرهاب التي كانت في الغوطة الشرقية والآن فقدت أي أمل بالتواصل مع الغوطة الشرقية كانت في الغوطة الغربية في بيت سحم أو في القدم أو ربما في دارية فقدت أي أمل بالتواصل مع الغوطة الشرقية أو بالتواصل مع خان الشيح لذلك هذا الأمر يزيد هذا التجميع إحراجا وإرباكا والتضييق عليه الأمر الأهم أن هذا التجميع في خان الشيح ربما ما زال يراهن واهما أن المجامع الإرهابية في ريف القنيطرا في اتجاه مثلا مجدوليا أو اتجاه القحطانية أو باتجاه المعبر التي سيطرت على المعبر بدعم من الكياه الإسرائيلي قادرة على الوصول إلى هذه المنطقة لكن رياح الميدان السوري دائما وأبدا تأتي وستأتي بما لا تشتهيه سفن الصحراء السعودية أو الإسرائيلية أو القطرية أو جبهة النصرة وقنظيم داعش في هذه المنطقة أشكرك جزيلا شكر دكتور سليم حربة الخبير الاستراتيجي حدثنا مباشرة من دمشق سيادة العميد لياس فرحات تبقى معنا لنفتح الملف الثاني في المسائية بعد الفاصل من جديد حياكم الله يدور جدل كبير في أوساط القيادة الإسرائيلية العسكرية والسياسية بشأن احتمالات نشوب حرب من الجهة الشمالية مع حزب الله موقع يدعو تحرنوت نقل عن قادة إسرائيليين كبار قلقهم من اندلاع مثل هذه المواجهة في ظل تراجع جهوزية الجيش الإسرائيلي وتصاعد قوة حركات المقاومة تقرير عمر كايد يتساءل قادة الجيش الإسرائيلي عما تحتاجه أهلتهم العسكرية في أي معركة ضد حزب الله على الجبات الشمالية فالحرب الأخيرة على قطاع غزة كشفت عورات السلاح الإسرائيلي ومدى فعليته في مواجات خصم آخر أكثر تسليحا وعتادا يرى مسؤولون أمنيون كبار أن ميزانية الحرب المقبلة إن وقعت لا يمكن تقديرها فقطاع غزة يعتبر التهديد الأصغر مقارنة بالتهديدات الأخرى يؤكد عدد من القادة الإسرائيليين كما نقل عنهم موقع يدعو تحرنوت أن حزب الله طور إمكانياته القتالية بشكل لافت فالمعارك في سوريا أعطت مقاتلي الحزب خبرة قتالية هامة تحاكي ما قد يحصل مستقبلا أنطلب منهم اقتحام الجليل شمال فلسطين أما التقديرات الإسرائيلية لعدد الصواريخ فتقول إنها بلغت أكثر من مائة ألف في المقابل يتراجع مستوى جاهزية الجيش الإسرائيلي حيث ألغيت تدريبات الاحتياط وقلصت فترات تدريب الوحدات النظامية كما إن الجيش لم يعد مسلحا بأدوات ردعية كافية فالمدرعات القديمة ستتحول إلى مصيدة للموت كما يقول قادة الاحتلال أمام صواريخ المقاومة اللبنانية المضادة للدروح أما بطاريات القبة الحديدية سا فهي غير كافية للتصدي لمئات الصواريخ التي قد تطلق في يوم واحد يدعوات أحرانوت نقلت أيضا أن الجنرالات الإسرائيليين بادوا قلقين جدا من فتح جبهة الجولان السورية أسئلة كثيرة تطرح على طاولة القيادة في إسرائيل بشأن عقم الهجمات الجوية والمدفعية في تحقيق أي أهداف سياسية وعدم قدرة القوات البرية على مواجهة المقاومين على الأرض كما بات السؤال الكبير عن خيارات إسرائيل إذا ما فتحت أكثر من جبهة في وقت واحد لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من رام الله الخبير العسكري والاستراتيجية اللواء واصف عريقات أسعد الله مساءك سياسة اللواء في رام الله وأبدأ معك مباشرة من الحديث عن الجهوزية والقدرات بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة لحزب الله وماذا يدور في الرأس الإسرائيلي حول شكل المواجهة المقبلة مع حزب الله بناء على المواجهة السابقة مع فصائل المقاومة في غزة مساء الخير أخي كمال صحب الله مساءك لسيادة العميد لياس حقيقة هناك متغيرات عند الجيش الإسرائيلي وعند القيادة الإسرائيلية خاصة بعد العدوان على قطاع غزة وكما جاء في تقريركم حينما يتحدثوا عن أن قطاع غزة وهو التهديد الأصغر فشلوا في تحقيق معظم أو كل الأهداف التي خططوا لها ووصلوا إلى نتيجة أو نتائج متعددة يعني كما جاء بالتقرير من هذه النتائج هي حقيقة أن الجيش الإسرائيلي اليوم ليس الجيش الإسرائيلي كما كان بالسابق يعني كل العقيدة العسكرية الإسرائيلية الآن تغيرت بمعنى لا يوجد حرف خاطفة لا يوجد حدود آمنة لا يوجد ذراع طويلة لا يوجد أمن واستخبارات قوي كما كان في السابق يوجد إقرار الآن من الجند الإسرائيلي بأن هناك مقاوم سواء كان فلسطيني أو لبناني جديد فبالتالي هناك إسرائيلي جديد جندي إسرائيلي جديد وهناك مقاوم عربي فلسطيني جديد هذه هي حقيقة من الحقائق ولكن هناك أيضا حقائق أخرى يعني هناك اتهامات ما بين وزارة الحرب الإسرائيلية ووزارة المالية الإسرائيلية وزارة الحرب تقول أنها صرفت 9 مليار شيكل من 9 مليار ل 12 مليار شيكل في العدوان على غزة في حين وزارة المالية تقول 4 مليار فقط وهذا اندل على شيء يدل على عدم الثقة في الجيش الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي هناك لجان تحقيق الآن قادمة بالعدوان على قطاع غزة فبالتالي يحاول أن يبرر الفشل الجيش الإسرائيلي في مواجهة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ليقول أنه لم يكن هناك ميزانية كافية للاستعدادات بمعنى أنه لم يكن هناك مدرعات من صنف النمر التي تحتوي على معطف الريح في حين أن الدوميو كانت كثيرة التي طبعا تفجرت في الشجعية من قبل الأبطال المقاومين الفلسطينيين كل هذا مقدم للحديث عن قدرات حزب الله وقدرات المقاومة اللبنانية لأنهم حقيقة يخشون هذه القدرات حينما يتحدث عن 100 ألف قذيفة وصاروخ موجودة عند حزب الله بمعنى أن حزب الله سيطلق ألف صاروخ معدل يومي هذا يعني في وجود 9 بطاريات قبة حددية لا يصد أقل 1% منها فبالتالي هم يهيئون أنفسهم وفي نفس الوقت يحاولون أن يطمئنوا الجبهة الداخلية التي أخذت لا تثق لا بالجيش الإسرائيلي ولا بالقيادة الإسرائيلية وكلنا أصبح يدرك أن الجند الإسرائيلي ذهب ليحمي المستوطنين وليحمي الجبهة الداخلية الإسرائيلية فلم يستطع أن يحمي نفسه طيب سيادة اللواء اسمحنا ناخد رأي أيضا سيادة العميد الياس فرحات في هذه النقرة أو في مجمل الأفكار التي طرحتها سيادة العميد بشكل أساسي المؤشرات العسكرية التي تدل فعلا على أن ميزان الردع تبدل بالنسبة لإسرائيل بينها وبين حركات المقاومة وهنا نتحدث تحديدا عن حزب الله على اعتبار أنه جرى اختبار المقاومة في غزة خلال العدوان الأخير وتضح يعني كان هناك مستوى تدريب مختلف وقدرات صاروخية مختلفة على الجبهة المجهولة وهي جبهة حزب الله بعد حرب تموزة 2006 والتي تتحضر ربما لأي عدوان إسرائيلي جديد ما هي مؤشرات اختلال ميزان الردع على هذه الجبهة؟ طبعا هناك مؤشرات كبيرة لاختلال ميزان الردع أقلها إذا عدنا إلى 2006 عندما أفشل حزب الله الأهداف الإسرائيلية جميعها في لبنان وهذا شيء يحصل لأول مرة نتذكر 12 ألف غارة جوية وتدمير 96 جسرا في لبنان ويعني ما حصل من عمال تدميري البنى التحتية اللبنانية من قبل طيران الإسرائيلي كان فائقا لأي مرة سابقة وما ذلك لم نستطع حزب الله أن يتقدم في البر ويحقق المهمة بالوصول إلى الليطاني وتدمير المقاومة أما اليوم فبعد ثماني سنوات من حرب تموز نجد أن حزب الله رغم تدخل في سوريا ضد جماعات النصر وداعش والقاعدة فأنه جهوزيته في مواجهة إسرائيل لم تتأثر كما أن ما أعلنه الأمين العام لحزب الله عن ترسانة الصواريخ والعداد التي ذكرها عدة برات أو التي نصبت إلى مصادر في حزب الله وهناك أيضا الجواب على السؤال الكبير جدا هل لدى حزب الله أسلحة دفاع جوي كان جواب السيد حسن نصر الله لا أؤكد ولا أنفي وهذا جواب يعني يحمل في طريقات الكبير وجود مثل هذا السلاح ماذا يعني؟ يحيد القوات الجوية الإسرائيلية على الأقل الارتفاع بين 18 كيلومتر وتحيد القوات الجوية على هذا الارتفاع يؤثر كثيرا على سير المعارك البرية ثم أن تقنية الأنفاق التي شاهدناها في غزة والهاجس الأنفاق الذي يحكم القادة الإسرائيليين في الجبهات الأمامية في الجليل يعني من أن يكون حزب الله قد حفر أنفاقا طويلة ويجدون أن حزب الله يأتي من وراء خطوطهم كما جاءت حركة المقاومة من وراء خطوط العسكريين في نحال جوز وفي مناطق الأخرى إذن هناك احتمالات جديدة هناك الأنفاق هناك وسائل دفاع الجوي هناك الصواريخ يعني غزة في ظل الحصار ستطعت أن تقصف تل أبيب وتقصف القدس ويصل صواريخها إلى نهارية أما في لبنان يعني طبعا فيه تضييق لكن لا يوجد حصار ممثل لحصار غزة يعني ممكن أن يكون الوسائل التدمير عند حزب الله قوية جدا بحيث لا تتحملها الجبهة الداخلية في إسرائيل وهي مهمة جدا الجبهة الداخلية في الضغط على الرأي العام الإسرائيلي وعلى الحكومة الإسرائيلي وعلى المستوى السياسي بشكل عام يعني هناك أمور كثيرة سجدت على توازن القوى بين حزب الله وإسرائيل تجعل الإسرائيليين والقيادة الإسرائيلية تحديدا تفكر كثيرا قبل الإقدام على خطوة أي عدوان على لبنان على لبنان سيادة اللواء واصف عريقات في الحديث عن السيناريوهات المقبلة يبرز السيناريو الأكثر حديثا أو يعني السيناريو اللافت فعلا وهو سيناريو تحدث عنه تصريحا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بأن أي معركة مقبلة تتطلب منها دخول الجليل فأن المقاتلين مستعدين لدخول الجليل هذا ماذا يعني عسكريا هل يمكن فعلا لقوات حزب الله المقاومة اللبنانية أن تدخل إلى منطقة الجليل وبالنسبة لسلاح الجو الإسرائيلي هل فقد الفعالية في هذه الحالة في المعركة المقبلة مع حزب الله وأيضا فعاليته في العدوان الحالي على غزة يعني تدمير بيوت أو تدمير منشآت يعني تدمير بنى تحتية لكن لم يحقق أهداف عسكرية تذكر أخي كمال حينما نتحدث عن العدوان على قطاع غزة والنتائج إذا ما قررنا القوات التي شاركت في العدوان على قطاع غزة وعلى الاعتداءات السابقة للجيش الإسرائيلي يعني ثمانين ألف جندي إسرائيلي كانوا مدعمين بثلثي أسلحة الإسناد من بر وبحر وجو ومع كل هذا لم يستطيعوا التقدم سوى بضعة مئات من الأمتار الخلل في ميزان القوى ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين تم تحييده سواء بالأنفاق أو بمهارات الميدان أو بالمفاجآت التي نفذها المقاومون الفلسطينيون الأبطال فبالتالي هذه القدرات بالتأكيد لدى حزب الله إن لم يكن مثلها ربما يكون أكثر منها فبالتالي من الطبيعي جدا حينما يتم تحييد التفوق في سلاح الجو وفي سلاح المدفعية في سلاح الإسناد وفي سلاح البحرية وفي كل الأسلحة أنا أعتقد أن الجندي الإسرائيلي غير قادر على مواجهة المقاوم سواء كان لبناني أو فلسطيني لأنه ثبت بالدليل القاطع أن الروح المعنوية عند الجندي الإسرائيلي متدنية جدا لأنه يذهب للقتال في مواجهة هؤلاء المقاومين وهو يعرف تماما أنه إما أن يقتل أو يؤسر أو يعني يصيب أذى لأنه غير قادر على المواجهة الميدانية دون أسلحة الإسناد فإذا ما تم تحييد أسلحة الإسناد هذه كما تم في جزء كبير منها في قطع غزة أنا أعتقد أنه نعم يستطيع حزب الله ونعتقد أنه هاجس الجليل الآن يقلق الإسرائيليين جميعا سواء كانوا عسكريين أو مدنيين سواء كان هناك أنفاق أو لا يوجد أنفاق الآن الحديث عن الإنسان أكثر مما هو عن المعدات القتالية إسرائيل تتذرع بأن معداتها القتالية غير كافية الوسائل القتالية غير كافية ولكنها تخجل أو ربما مذعورة من أن تقول أن المقاوم الإنسان الجديد هو المتغير في كل هذه الاعتداءات وفي كل هذه المواجهات مع الإسرائيليين فبالتالي مدام هناك متغير في إرادة القتال وطبعا حينما تخوض المقاومة سواء كانت لبنانية أو فلسطينية قتالا في مواجهة إسرائيل لا تخوض بميزان القوة حقيقة صحيح أن ميزان القوة مؤثر ولكن الأهم من ميزان القوة هو صراع الإرادات والإرادة تتجلى عند المقاومة الفلسطينية واللبنانية وهي طبعا هي الأساس في أرض المعركة ويعني حينما نشاهد وزير الحرب الإسرائيلي يهرب من المستوطنة من قذائف الهاون فكيف سيواجه الموجود والمجهول عند حزب الله كما ذكرت أخي كمال لأن المجهول القادم على الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان هو أكثر بكثير من المجهول الذي كان موجود في قطاع غزة وبالمناسبة حينما يقولوا لن نعتمد على سلاح الجو ولن نعتمد على سلاح الاستخبارات هذا يعني فشلهما في هذين السلاحين الأساسيين الذين كانوا يعتمد عليهم بشكل أساسي في نقاش سيادة اللواء حول موضوع جهوزية الجيش الإسرائيلي وسأسأل سيادة العميد هنا في الستوديو حول هذا الموضوع ونقطتين تحديدا أو المجالين الذي يتم الحديث عن الفشل فيهما أو مراجعة الجهوزية فيهما هما سلاح الطيران كما ذكر سيادة اللواء وأيضا الاستخبارات والأمن في المعارك المقبلة كيف يمكن لإسرائيل أن تعيد جهوزيتها في مثل هذه الحالة؟ إذا ما أردنا نتحدث عن معركة المستقبلية في الجليل على سبيل المثال هذا يعني أنه قتال مباشر وبالتالي يمكن أن يكون هنا لا داعي لسلاح الاستخبارات أو غير فعال سلاح الاستخبارات لأنه القتال على أرض العدو وأيضا سلاح الجو لا يمكن استعماله أو الأسلحة الثقيلة عموما لأنه الاتحام مباشر يبقى الفشل الأساسي هو في الاستخبارات لأن الاستخبارات هي التي تحدد الأهداف المعادية وتعطيها للقوات الجوية والسلاح الطيران بما أن الاستخبارات فشلت في تحديد الأهداف في غزة وهذه أكبر وأقرب مثل إلينا فشلت في تحديد معظم الأهداف التي كانت تعتقد أنها ممكن أن تحددها استنادا إلى تصريح قائد قوات الجوية قبل شهر من أنه يلزمه سبع ساعات لتدبير حركة حماس فأدبه خمسين يوما ولم يدمر حركة حماس هذا يعني أنه لم يتلقى من استخبارات العسكرية ولا من الشباك أي معلومات ذات قيمة وذات جدوى على الجبهة اللبنانية الأمر أصعب بكثير نرى بالأمس كشفت المقاومة جهاز تنصت إسرائيلي على تلة في عدلون مشرف مشرف على طريق صيدصور وكانت قد قشفت قبل ذلك عدة أجزاء من هذا النوع مما يدل على أن الحرب الاستخبارية ما تزال قائمة بين المقاومة والعدو الإسرائيلي وهذه الحرب طالما أنها قائمة يعني ذلك أنها تضع حداً للمعلومات الاستخبارية التي يستفيد منها الجانب الإسرائيلي من أجل تنفيذ أي هجوم المعركة الاستخبارية تضغط بالاستخبار استخبارات العسكرية التكتيكية قائمة وأنها تحد كثيراً من فعالية ليس فقط سلاح الجو الإسرائيلي بل فعالية الوحدات الخاصة والقوات المرية أيضاً طيب سيادة لواء في رمالة يقول بأن إسرائيل التي إسرائيل الآن ليست إسرائيل التي نعرفها أو الجيش الإسرائيلي الآن ليس الجيش الإسرائيلي الذي نعرفه هذه المراجعة التي يجريها الجيش الإسرائيلي في العلن وتتحدث عنها الصحافة الإسرائيلية هل يمكن ترميم هذه النواقص الإسرائيلية بناء على هذه المراجعة المبكرة ربما لأي صدام عسكري مع حزب الله هذه المراجعة ستكون نتيجتها مثل المراجعات السابقة رأينا مراجعات في 2006 ولجة فينوغراد فإذا في 2008 و2009 تسبب بفشل جديد في غزة حصلت مراجعة في 2009 فإذن في 2012 طلبت إسرائيل وقفة لقد نار بعد 48 ساعة من بدء العملية المراجعة تؤدي للتراجع المراجعات سلسلة المراجعات لم تؤدي إلى أي تقدم في الجانب الإسرائيلي سواء لتكامل تفضيل مزيب من التراجعات في عملية تحقيق الأهداف ولن نقول أنها نهزمت لكن لم تعد تستطيع أن تحقق أهداف أي هجوم لها على المحاومة إما في لبنان أو في فلسطين سيادة اللواء المسألة مسألة مراجعات عسكرية وسد النواقص لدى الجيش الإسرائيلي أم أنه نحن أمام مسار عسكري استراتيجي يتحدث عن قوة تتراجع أو مؤشر يتراجع في حين أو ربما ثابت في حين تتصاعد مؤشرات القوة لدى الطرف الآخر المقاومة أخي كمال النواقص يمكن تعويضها ويمكن سدها ويمكن التدريب ويمكن تنظيم سيناريوهات وخطط وبرامج ولكن قل لي هل يستطيعوا أن يغيروا الروح المعنوية هل يستطيعوا أن يرمموا الروح المعنوية الروح المعنوية عند الإنسان هذه ليست سهل أن يرممها أي شيء يعني الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن تعوض إسرائيل بالذخائر بالنواقص بالمليارات الدولارات بالقباب الحديدية بكل شيء ولكن هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تزرع الروح المعنوية عند الجند الإسرائيلي الجند الإسرائيلي الذي أطلق النار على رجليه الجند الإسرائيلي الذي الآن يعالج مئات من الضباط والجنود من حالة اليأس التي وصلت إليهم في عدوانهم على قطاع غزة من الخوف ومن الزعر يعني الحالة المعنوية الموجودة عند الجيش الإسرائيلي الآن من الصعب ترميمه ونعتقد أنهم بحاجة إلى سنوات سنوات متعددة ونعتقد أيضا أخي كمال أن العدوان على قطاع غزة والنتائج التي وصل إليها الجيش الإسرائيلي أخرت التفكير في أي عدوان لاحق على أي جبهة من الجبهات رغم أن التقرير الاستراتيجي الذي صدر عن هرتسيليا وما يسموه الأمن القوم الإسرائيلي أن الفوائد الاستراتيجية من التغيرات العربية هو أكثر من المخاطر التي تأتي على إسرائيل فبالتالي إسرائيل مطلوبة عبر هذا التقرير أن تستغل الأوضاع بمعنى أن الكل منشغل في أوضاع داخلية وعلى سبيل المثال الفلسطينيين كانوا لا يوجد لهم سند معزولين في قطاع غزة حزب الله يقاتل على أكثر من جبهة فبالتالي استغلال هذه الأوضاع تبين لهم بعد العدوان على قطاع غزة أن غزة المحاصرة منذ سنوات عدة وأنها محرومة من المواد التمونيلة وليس من السلاح ومع كل هذا صمدت 51 يوم ولقنت العدو درسا دروسا سيادة لواء أنا أشكرك جزيلا شكر فكيف في جنوب لبنان نعم واصف عريقات شكرا جزيلا لك الخبير العسكري والاستراتيجي أشكرك جزيلا شكر كل شكر لك سيادة العميل ليس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي المسائية انتهت في ختامها تذكير بعناوين ملفاتها الجيش السوري واصل تقدمه في الغوطة ويستعيد السيطرة على مناطق جديدة ويحصن محيط العاصمة انقسامات في صفوف المجموعات المسلحة في سوريا اتهامات لزهران على الوش بالخيانة وقواته تتراجع أمام تقدم الجيش تراجع الجهوزية الإسرائيلية وتعاظم قدرات حزب الله القتالية مخاوف إسرائيلية من المعركة المقبلة على الجبهة الشمالية المزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقعنا في الانترنت الميادين دوت نت إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى